قال صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة حاكم دبي رعاه الله خلال حضور سموه جانبا من المنتدى الاستراتيجي العربي أن هدف المنتدى استشراف مستقبل المنطقة وأشار سموه خلال تغريدة عبر منصة X أثناء حضور اليوم جانبا من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 وهدفه استشراف مستقبل المنطقة اقتصاديا وسياسيا في العام الجديد منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها وتنسيق جهودها وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها والتمسك بخياراتها المستقلة لحل أزماتها وبناء مستقبلها وستبقى القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم ووجدان كل إنسان يمتلك معايير أخلاقية حقيقية وستبقى الإمارات داعمة للقضية وساعية لإحلال السلام ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق